دي نشكرك شكرا جزيلا ولسه كلامنا عن الرياضة وتحديدا الكرة لسه كلامنا مخلص جنبارح كمان كان يوم كروي مصري بامتياز فاز لعبنا ونجمنا محمد صلاح بلقب كاس الدرع الخيرية أو الكميونيتي شيل زي ما هو متعرف عليه على حساب منشاستر سيتي بعدها فاز تريزي جي بلقب السوبر التركي وان شاء الله طبعا الانتصارات دي تكون بشرة خير كده ان شاء الله لموسم مميز للعبين المحترفين في مختلف الأندية حول العالم كمان أيامه وينطلق الدوري الممتاز حامل اللقب منشاستر سيتي والوصيف ليفر بول دعموا صفهم بصفقات قوية لكن المنافسة الحقيقة مش هتقتصر على منشاستر سيتي أو ليفر بول لكن كمان أرسنل عمل صفقات كويسة جدا تشلسي تاوتنم فبالتالي احنا هنشوف منافسة خماسية أو سوداسية على اللقب هتكون منافسة صعبة شوية النهار ده معنا في الستوديو النقد الرياضي عطي عبدالخالق عشان نتكلم معي بقى فيه كل هذه التفاصيل سبع الخير يا عطي ونوارنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير يا جمالة مبسوط أننا معكم نارضة في سبع الخير يا مصر طبعا لأننا مستيقين أكثر بس يعني شايفين أخبار لطيفة كده طبع لعن المحترفين الحمد لله حمد لله فخلينا نبدأ معك كده ونعرف تابع معك أخبارهم يعني عندنا ما شاء الله أسامي كتير صلاح ناني عندنا ترزيجي مصطفى محمد طريق حمد أسامي كتير قوي عمر مرموش كتير قوي صحيح طبعا احنا بنبارك للمحترفين المصريين قدموا يوم رائع مبارح بداية من محمد صلاح هو كالعادة دايما بننتظر منه كل ما هو جديد وكل ما هو مميز محمد صلاح مبارح بيساهم مع ليفربول بالفوز وبالكأس الدارة الخارية على حساب ماتشستر سيتي دايما مؤثر محمد صلاح مش فكرة أنه لعيب بيشارك خلاص صام دايما مؤثر صانع الهدف الأول سجل الهدف الثاني من ضرب الجزاء في وقت صعب دايما بنشوف صلاح عنده طموح أنه يعلم الهداف كان يدي البطورة الوحيدة اللي ما خدهاش مع ليفربول خد دوري خد دوري الأبطول خد كأس عامل أندية كل البطورات طبق بيها مع ليفربول ممكن كان نقص بس كأس الدارة الخارية حتى لما كسب تصريحاته بعد الماتش بتقول أن احنا أمام لعب عنده عقلية مميزة عقلية دايما تسعى أنها تحسن من نفسها وتكسر أرقام جديدة فمحمد صلاح يعني هو وصل لأنه يعني لو بنعد أحسن ثلاث أو خمس لعبة في العالم لازم أنحط محمد صلاح كمان تريزي جي من اللعبة اللي دايما أنا بشوف أنها مثال على الإصرار والنجاح وعدم اليأس التجربة يمكن ظلمته شوية تجربة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الإصابة برضو حرمتنا منه كتير قوي لكن رجع بعد كده سوق مع منتخب مصر كان سبب من الأسباب أن احنا وصلنا في هاين الأمم أفراقية اللي فاتت وسجل هدف فوز على المغرب في وقت برضو كان قاتل بشوف تريزي جي من اللعبة اللي دايما عندها حلول دايما عندها مهارات دايما تقدر تفيد الكوتش اللي موجود أيا كان فخرج من تجربة نوعا ما صعبة نوعا ما مش هي أحسن حاجة النهار ده موجود في تركيا بيتوج بكأس الصوبر بداية مشرفة اللعب بشكل أساسي وده اللي كان عكس التوقعات اللي كان بتقول إن ممكن تريزي جي واحدة واحدة تريزي جي بدأ بشكل أساسي ولعب حوالي 75 ديئة أو كسبو وده ممكن تبقى بداية مباشرة ودائما أنا بقول إنه ممكن تبقى الدورة التركية مش نهاية المطافة تبقى محطة يرجع منها بقى تاني على فرنسا يرجع على إنجلترا وحاجة تليق بكابتن تريزي جي النهار ده كمان عندنا فرصة كل ما كانش متوقع إن تريزي جي يعود بهذا الشكل بعد الإصابة تحديدا يمكن كان رجوعه لفت للنظر فعلا صحيح وخدت السكة كمان مع كيروش في وقت أمم أفريقيا صحيح والراجل احتمد عليه بشكل أساسي وحتى لما بيدفع بيك كبديل كان بينزل بيكون مؤثر في التغيير فبقولك ممكن تبقى محطة إنه هو يروح بعد كده في دورة تاني النهار ده كمان عندنا فرصة للتطويق بلقب تاني فرصة أي نعم يعني صعبة شوية ولكن مصدر محمد لعب نونت الفرنسي هيلاعب باريس نانجورمان في كأس السوبر الفرنسي نونت من الفرق اللي هي يعني السنة الفاتي تختمه في المركز التاسع لكن دايما فيه تطلع إنهم يقدوا مسلم كويس رجل يتكلم عليه بشكل كويس المدرب بتاع نونت قال إنه هو بيرائب مصدر محمد أو بيتابعه من وقت أمم أفريقيا وعرف إنه هو مهاجم قوي مهاجم بيسجل نصف الفرص بمهاجم مميز في ضربة الرأس أنا بشوف مصدر محمد من النوعات اللعيبة أو المهاجمين المتكاملين فالنهار ده فرصة طبعا صعبة لإنه إحنا لو قارننا الإمكانيات بتاعت نونت الإمكانيات باريس سان جرمان فرقة فيها ميسي ونيمار ويعني صعبة ومبابي فرقة يعني الفرصة صعبة جدا ولكن بنأمل إن المصطفى يظهر بشكل كويس يقدر نوح حتى يسجل هدف أو حاجة دايما يبقى حاجة مش لازم تكسب يعني مش لازم تكسب كل حاجة لكن فكرة تتلعب طبعا الظهور تبقى موجود في ظهور قوي جدا العالم كله بيتابع باريس كمان المدرب الجديد بتاع باريس عايز يكسب البطولة كمان أول لسه جاي بعد مكتشينيو عايز يكسب دي أول بطولة وممكن تكسبها ممتش واحد فأعتقد إن الأمور أقرب لباريس ولكن إحنا بنأمل إن المصطفى يشارك ويسجل هدف أو حاجة ده تبقى حاجة كويسة بالنسبة طيب طيب برأدو عايز أسألك عن استفقات الجديدة إن كان مانشستر سيتي أو ليفربول دايما بص مانشستر سيتي وليفربول يعني شايف دول حاليا أقوى فرقتين في العالم يعني دايما كان من سنتين لحد من سنتين فاتوا كان كلاسيكو الأرض ده هو اللقب اللي بيطلق على المباراة اللي بتجمع بين برشلونة ميسي وريل مدريد رونالدو بعد رحيل رونالدو فضل الناس تقولي على كلاسيكو الأرض إن هو ريل مدريد وبرشلونة ولكن أنا شايف بصراحة إن بقى إن سنة ونص أو سنتين أقوى مباراة كرة قدم رتم سريع أداء عالي أهداف خطط تكتيكية جوى الملعب وبرم ملعب شايف إن هي ليفربول ومانشستر سيتي أقوى الفرقين في العالم جداً سؤال عناصر اللي موجودة أول كوتش يعني الماتش اللي بجمع بين ليفربول كلوب ومانشستر سيتي جورديولا ده ده أمتع ماتش ده اللي يستحق كنوي بكلاسيكو الأرض صحيح مباراة لسه بنبدأ الموسم سرعات رتم سريع المناورة خططية بين المدرب ده ومدرب ده صفقات جديدة بنشوف اللعبة بتظهر بشكل انت مش متعود ان انت تشوف الشكل ده واحنا لسه بنبدأ الموسم اه بنبدأ الموسم اللي هو اي احنا لسه شايف مع بداية الموسم بقى بالمناسبة وانحنا لسه بنبدأ الموسم ان المنافسات هتاقتصر على الفرقتين بس ولا في فرقة جديدة هتدخل معا لا هاي لا مستند مش تبقى الفرقتين دول بس بس أنا أقول لك ليه ولكن أرجع أقول لك لليه مانشستر سيتي وليفربول فرقين قوي عن باية الفرق سنة اللي فاتت ليفربول مسجل 94 هدف في الدوري السيتي مسجل 99 هدف دي أنا بكلمك على الدوري بس 99 وفي 38 مباراة من الصفقات الرئيسية السنة دي السيتي جايب هالند مهاجم وليفربول جايب نونيز مهاجم فأنت بتعلي سقف المنافسة بتعلي على نفسك ان انت جايب 99 هدف و94 هدف وبتجيب مهاجم انت يعني دايما شايفين المقارنة دي على الشاشة اه دي المقارنة مبارح ما بين هالند ونونيز الناس قارنت ما بين ظهورهم الاول دي اول مبرار اسميل للاتنين اللعيبة الناس بتنتقد هالند يمكن لعب 90 ديئة عكس نونيز اللي نزل بديله كان مؤثر تزداد اصلا على المرمى نونيز شاطة 4 وهالند شاطة 3 كان مؤثر اكتر نونيز هالند كان فيه كمية انتقدات كبيرة جدا مبارح لانه اهضر فرص كتير سهلة ولكن دايما انا بقول من المبادر ان احنا نحكم على حد يعني فيه مهاجمين كتير فيه نقطة المنشستر سيتي يمكن كان عندهم مشكلة كده مؤخرا تحديدا في فكرة المهاجم لسه تحس مش متحوذين على الفكرة لا اوه دايما بيبجور دولا مدربين اللي بيحبوا لعبوا بالمهاجم اللي وهمي او المهاجم او التبادل المراكسي يعني حتى السنة الفاتر شايفهم مرحة ظلم ولا اخد فرصته لا اخد فرصته ما اقدرش ظلم ووليع 90 ديئة لكن ما نقدرش نحكم على ايه انه نقول انه هو مهاجم مش حينجح في مانشستر سيتي لانه هو مهاجم سنة الفاتر جاب حاجة وستين جون في 68 مباراة فهو يعني يعتبر معدل تهديفي جون في كل مباراة اه يعني جون في مباراة ويعني رقم كبير جدا فما اقدرش اقول ان هذا المهاجم ما فشل ما اقدرش راحكم عليه مباراة واحدة لسه عنده في ستحية الدولي قدامه استهام يوم السبت اعتقد او يوم الحد اللي جاي وبعد كده عنده مباريات يقدر انه يندمج حتى مع الفريق اقدر انه يصدر بشكل قوي لكن انا امسك في لقطة في فرصة انه هو ضيعها واقول انه هو خلاص ده مهاجم وحش اعتقد ده صعب جدا لا تهمك يعني مش من مباراة يعني وسيل يدفع فيه فلوس كتير واكيد هيبع عليه ضغوطات كبيرة جدا انه هو هيقدم مستوى قوي انا هشايفين فرصة ضايا وهينافس اقما دي الفرص بقى اللي بقولك عليها انه الناس مسكت في الفرص دي وفي واحدة كمان تانية بس هما الناس مسكت في الفرص وقالت انه هو بدأت تحكم عليه بشكل مبكر انا شايف ان هالند ممكن ينافس اصلا السنة دي على الهدف الدوري انجليزي مع محمد صلاح مع هاري كين من توتنام المنافسة في الهدف هتبقى قوية والمنافسة كمان على الدوري هتبقى اقو نفسها دعواتنا لبنانا انت تتكلم مرة محمد صلاح كلهم كويسين انا اقول لك هو خمس سنين في انجلترا منهم ثلاثة هدف وحتى لما بيخسر بفاقي جون شايف ازاي دفاع منشستر سيتي شايف اللي هو ممكن يشكل ازمة ليه في ظل الدفاع واللقب اه واضح ان هي دي هتبقى الازمة اللي جاية بالنسبة لمنشستر سيتي هو بعد ما دعم صفوفه بمهاجم هو استغنى عن خيسوس واستغنى عن رحمي ستيرلينج ودعم صفوفه بهالند بمهاجم والفاريز لكن فكرة الدفاع تظهر للمشكلة خاصة لما تم اعلان مبارح اصابة لابورت وغيابة لمدة شهرين قلب الدفاع اللي موجود لعب مبارح دياز هو راجل اساسي ولعب جنبي ناسا ناكي اللي جاء من برناموس من السنة اللي فاتت ولكن ما قدروش ان هم يسدوا الفراغات اللي موجودة لسه كمان حتى السنائي اللي بيلعب على الوينجين ووكر او كانسلو الاتنين بيزيدوا قوي على الاطراف بشكل اضوار وجمية كبيرة فما بيبقاش ليهم التأثير الدفاعي فتقدر ان انت يعني شوفنا صلاح مبارح واحد على واحد بيعدي من كنسلو ناحة تانية دياز بيعدي على وكر فدايما عندهم مشكلة في خط الظهر منشاستر سيتي ولكن دايما هم بيقدروا يتغلبوا على دي بشكل أو بآخر من نص ملعب ان هم بيدوشوا كرة للخصم يعني من السيتي من اكتر فرناندينو عنده في نص ملعب فرناندينو لما ميشي وعنده رودري من الاكتر رعيبة اللي هي حاجة كده يعني ازاي عندنا كده مثلا طريق حمد والفعيز وبقى يعني وجابوا كمان فيليبس من ليتزو ده لعب خط وسط المنتخب الانجليزي ديفندر هايل جدا شاب يعني مشروع له قدام فعندهم اتنين دلوقتي من احسن اللعيبة اللي بتقطع الكرات على الخصم فهم سيتي أصلا بيستعيزوا على كرة ما بيداكش فرصة ان انت تاخد الكرة بس بيظهر المشكلة الدفاعية إمتى لما بتلاع فرقة كبيرة زي ليفربول فرقة عندها أصلا العناصر اللي ممكن تشكل عليك خطر عناصر مكتملة عناصر تقدر تعمل عليك خطر يلعب مع فرقة مثلا زي سرعات بالزبط كنت لسه بقول علي بربع الفرقة اللي عندها زي عمسا نوستاهم أول ماتش في الدوري عندهم لعيب سريع جدا اسمه بوين وعندهم لعيب تن اسمه أنتونيو الاثنين دول قدام سرع جدا وقبتلي دايما الماتشات دي رخمة على جوردل لانه دايما رامي الفرقة كلها قدام فدايما أي حاجة هتيجي بسرعة مرتدة دايما لما هتلاعب أي فريق عنده لعيب زي صلاح بيعرف يعد واحد على واحد هتعمل لك مشكلة إنما هتبدأ تباني أنت جمد جدا دفاعيا إمتى لما هتلاعب فرقة أصلا هي مش ماسكة كور ما انت نزلت مثلا كسبت واطفورد 6-0 ومش عارف إيه ما انت خلاص هما مستكفش الكور أصلا متقدم هو مش هيجي في النص التاني دايما أنت بتاخد الكورة يسانتر ويراح يجيب جون تاني فهو دايما نستيدي مش هتظهر عنده مشاكل الدفاعية غير لما هتلاعب فرقة تقيلة زي دي نرجع التاني للمنافسة دا نرجع للمنافسة فدين هتسألك على سؤال ليه علاقة بصراح بس نرجع للمنافسة المنافسة على الدوري زي ما قلنا السنة جاية مش تبقى ثنائية بس لإن إحنا عندنا توتنام دعم صفوب أكتر من صفقة يمكن أبرزها ريتشارلسون من إفيرتون مهاجم قوي جدا مهاجم من اللعيبة برضو اللي بتسجل كتير هيعمل إضافة مع سون وكين لأن السنية دي من أكتر اللعيبة اللي عملت أسستاته وهدف لبعض سنية متفاهمة جدا فهيبقى ثلاثة قوي جدا في لجوم مع توتنام كمان بريزيتش وارة في الدفاع من اللعيبة برضو اللي عندها السجل ولعبت مع كونتي المدير الفني في انتر فهو جايبه من انتر وعرف إن هو العيب قوي وهيفيده في المنظومة بتاعة توتنام بتاعة توتنام السنة فاتت فن شهر الرابع السنة دي أعتقد الطموه أعلى شوية نم ياخدوا مركز أعلى من كده تشيلسي ادري نوه برضو يدعم صفحة قطو تعتقد أنه يا طيب أحيانا أداؤه بيتبان يعني ماتش تلاقي أداؤه قوي جدا وماتش تلاقي تراجع لا والفرقة الوحيدة اللي بتكسب منشتر سيتي في الدوري مع ليفربون الفرقة الوحيدة رايح جاي السنة الفاتت كسبو السيتي رايح جاي وتلاقي مثلا مضايع نقط مع نيو كاسل متعادل مش عارف ايه فبداع نقط غريبة ايه؟ مش عارفين طيب لا دايما المتشطة الكبيرة بتحس برضو اللي هو ايه ممكن يكون الاستعداد النفسي مثلا اه هو عنده اللعب اللي ايه اللي يضايق منشتر سيتي فبيقدر يكسب انه الفرقة اللي ممكن تلعب بتكتلات دفعية كتيرة زي نيو كاسل مثلا أو مثلا واتفورد ممكن الفرقة دي ممكن تضايق شوية لان انت بتلاقي صعوبة علشان تسجل هدفك فلكن توتنام مع الصفقات اللي اتعاملت مع وجود مدير فني كبير زي كنتي اتوقع ان الطموح السنة الجاية مش هيبقى ان احنا ناخد مركز من المركز الاربعة عشان نلعب في دور الابطول لانا بتوقع ان توتنام السنة اللي جاية ممكن يبقى منافس قوى على الدوري الادارة كمان وفرت له كل المميزات حافظت على هاري كين هو مشروع توتنام اللي اصلا متمثل قايم على هاري كين سن وصل اعلى مستوى لي فانا بشوف توتنام السنة الجاية ممكن يبقى منافس قوى على الدوري مع توتنام عندنا ارسنر ارسنر العمل صفقات كويسة جدا وارسنر العالج المراكز اللي فيها مشاكل عنده يعني عنده كان عنده مشكلة في الباك الشمال جاب ستشينكو من منشستر سيتي عنده مشكلة في المواجم جاب جابريال خيسوس من منشستر سيتي وانشستر سيتي واجب معهم اوز سانيدي في المركز احنا بريمير ليس سانيدي لأ مولع ارسنر الامبارح كسبان اشبلية ستة صفر وخيسوس مسجل هاتريك عندهم كمان لعب متاخب انجلترا ساكا لعيب شاب ووينج كويس ومهاري سنحن راحل المتوشت سلة مش متوشت كرة قدر بالسكور العالي لأ بس الاسكور ده ده عشانه وديات يعني في الدور الانجليزي مش دايما هتلاقي النتائج دي لان الفرق ما بتدكش مسحية ياريت ارسنر ارسنر على فكرة من الفرق اللي هي تاريخيا من الفرق اللي بتقدم كرة جميلة جدا ممكن بقى لهم فترة الامور مش متزبطة محتاج دعمه في صفوفه ولا لا ما هو خلاص ذا زبط ايه محتاج دعم اكتر اكتر ممكن ان هو نشوفه بشكل مختلف لا المتال هو كده الدفاع تمام بكش مال جاب كمان صفقة ما اتكلماش عليها في نص ملعب فييرا من الدور البرتغالي هيزبط نص ملعب كمان مع تشاكا مع توماس بارتي العيب بيقدر ان هو يوصل الكرة للثلاثي اللي موجود في الهجوم فاني شايف ارسنر هو زبط هو معاه دلوقتي آلة تهديفية جابريال خيسوس ما كانش بياخد فرصة قوي مع جبيب جورديولا في مانشاستر سيتي مع ارسنر اعتقد هيظهر اكتر وده اللي باين من الوديات هل التحدي بقى امام ارتيتا وارسنر ان انت تنقل اللي انت بتعمله في الوديات ده وعلى ارض الوديات بس انا اريد اسألك سؤال سريع الاول على صلاح بعد كيبا نروح لحنا عندنا محترفين تانيزة يكونوا بنتكلم اسماء كتير برضو محتاجين نتكلم عليهم بسريعا صلاح شوفنا صورة ليه على سوشال ميديا فيه جهاز غريب اسلاك كده كلمنا عن الصورة دي وهي اسألك على عقلية محمد صلاح عقلية محمد صلاح مختلفة يعني فيه حريفة كتير ولعيبة كتير جدا موجودين برا بس عقلية محمد صلاح مختلفة طبعا اكيد وهو دايما بيشتغال عن نفسه يعني هو لما جاي تكلم يعني بعده موتش مبارح وهو كسبان كل البطاطئ اللي موجودة في انجلترا قالك خلاص دي بداية كويسة للموسم احنا بنسعى ان احنا دايما نكسب كل ما تشغل ودايما اللي بيساعده في ده مدرب زاكي زي يورجن كلوب دايما بيخفف الضغط على اللعبة بتاعته دايما يقدر استغلق الامكانات بتاعة اللعبة يقدر ان هو يوظف اللعب بشكل كويس احنا شوفنا صلاح من وقت ما كان موجود مع روما في 2017 كان عنده مشكلة في الفينش بتاع الهدي يعني كان يجي له فرص كتير بس ما يقدرش ان هو يفنشها في المرمى النهاردة صلاح من احسن اللعبة اللي بتفنش الكور من احسن اللعبة اللي شغالة على فكرة الاهداف عنده واحدة حركة بيعمل دايما اللي هو يعدل على شماله ويحطها في انت خلاص اول ما بيعدل الكور على شماله انت خلاص بتقول جون يعني المهارة الفردية صلاح ما كانش من اللعبة اللي هي ياخد الكورة عدة واحدة على واحدة النهاردة بنشوفه هدف عالمي في منشطرة السنة اللي فاتت كل العالم بيشتغل على نفسه يعني خلال نقوله هو عنده قدرة اللي هو تحليل الذات وبيوقف قدام المراية بيواجه نفسه انا ينقصني واحد اثنين ثلاثة وبيبتدي يطور من نفسه رغم انه ممكن ما عملش كده ممكن لك انا محمد صلاح انا هيا دي ده اللي بي انا نتكلم عن اسماء تانية عندنا مصطفى محمد عندنا عمر مرموش عندنا اقسامي كتير جدا مصطفى احنا تكلمنا عمد شوية لانه عنده النهاردة سوبر والراجب يتكلم عنه كويس اتوقع انه هو يبدأ بشكل اساسي لكن فرصة انهم ما يكسبوا والنهاردة صعبة فرقته وفرقة من الفرقة اللي زي ما قلتليك السنة فاتت كانوا فانشين المركز التاسع بوجود مصطفى محمد ممكن يبقى ان شاء الله ياخده مركز اعلى شوية وتبقى محطة للمصطفى لان مصطفى برضى ان شاف من اللعيبة اللي تستحق جدا تتواجد في دور قويسة الدور الانجليزي واضافة برضو للمنتخب ان راجل يلعب لانه كان مظلوم برضو في تركيا ما كانشو ااخد فرصته كويس قوي ففرصة ان انت موجود في فرقة ما عليهاش ضغوط جمهرية قوي ترجع بمصطفىك ترجع مصطفى محمد اللي احنا عارفينه من سنتين ثلاثة مصطفى محمد من اللعيبة اللي هيلة جدا مرموش مبارح انا مبسوط جدا مرموش لان مرموش برضو من اللعيبة اللي هي اتحطت عليها ضغط كبير قوي بوقتي مشاركته مع المنتخب لما راجل جابه وقالك انت جبت مش معروف لا الجون كمان في حكاية وحدوتة لانه هو اصلا عمر من اللعيب اللي ما بتلتحمش في الكرات الهوائية فده جديد بالنسبة لي يعني لو عمر عارف ان هو بيلف ويلم ويشوت في جون فلكن النهاردة بتشوف ان هو كمان هدف قاتل ده هو كان عايز يمشي اصلا من نادي عمر انه قاللك راجل ما بيلعبنيش بتاع مبرح لعب الماتش كله والغاية الدقيقة 94 بيرتقي في زي ما ان شفت كده بيسجل فانا بالنسبة لي ده حاجة دي التطوير اللي كنا بنكلم عليه من شوية ان انت مش تلعب بس يعني عمر مع المنتخب كان هو انت عارف ان هو وينج وبيضمه بيشوت لان رجله كوي لكن ان انت تخش تلتحم ده انت بتطور من نفسك وده لازم كل اللعبة تعملوا دلوقتي لان انت لو مطورتش من نفسك حيجي حد تاني ياخد مكان وفيش حد بيقف مكانه ولو فضلت واقف مكانك ده معنا انت بتتراجع الورب بالضبط احنا صحيح ان احنا عندنا عدد لا بأس به الحمد لله من المحترفين لكن احنا مازلنا محتاجين يبقى عندنا عدد اكبر من كده دايما يكون عندنا دايما لعيبة كمان يكون عندنا صف اول وتاني وتالت وده اللي احنا بنطمح لي نشكرك طبعا جزيل شكرا ان اقدر ياضي عطيها عبدالخيرين اوارتنا بصباح الخير يوم شكرا جميعا بسوط ان اكتب معاكم اوارتنا عطيه شكرا ابو حميد حبدي شكرا